اشتركوا في القناة نسمع عن العلاج الطبيعي وعارفين ان هو الألم الضهر والعمود الفقري والكسور والحاجات الكتير المختلفة لأمراض العظام او مرة نسمع عن العلاج الطبيعي للنساء والحوامل فعلا هو المعروف لعلاج الطبيعي ان هو يتعلق بالكسور او التأهيل حتى بعد الاعصاب او اللي عندهم شلل او مئة الى ذلك بس فعلا هو ده مجال جديد في مصر بس هو شغال طبعا كتير جدا برا في الدول المتقدمة زي امريكا والاوروبا وفعلا هناك الوعي عند سيدات من مرحلة البلوغة او من مرحلة الحمل والولادة عندهم هما نفسهم بيسعوا الى ان هما بيروحوا وياخدوا العلاج الطبيعي اثناء الحمل وقبل الولادة ايضا وبعد الولادة فيعني هنا المشكلة في مصر هي نقص الوعي بالنسبة للعلاج الطبيعي ودوره في امراض النساء والولادة ما نبني نشوف دلوقتي في كثير من المستشفيات بعد الولادة ان الخدمة دي موجودة للأم بعد الولادة لكن ما نعرفش بقى ان هي كمان ممكن تبقى موجودة من اول الحمل ايه الاعراض اللي ممكن سيدة الحامل تحس بيها وان هي ممكن تشتكي منها للدكتور وان هو يوجهها ان هي تروح لأخصائي علاج طبيعي طبعا كلنا عارفين ان الحامل بيبقى الادوية والمسكنات وما الى ذلك في بعضها قد يكون مؤثر على صحة الجنين ممكن يعمل تشاهد في الجنين فالعلاج الطبيعي هنا دوره ان هو بيقلل استخدام الادوية دي وبيعالج المشاكل اللي ممكن تحصل لسيدة في مرحلة الحمل بدون الجول الادوية والعقاقير اللي ممكن تأذي الجنين وتؤدي تشوات في الجنين زي مثلا اول حاجة ممكن تحصل اثناء الحمل الدوخة والقيق والمستمر وما الى ذلك ليه دور علاج طبيعي بنعمل لها برضو برنامج علاج طبيعي معين وايضا اعلام الظاهر يعني منفعش تبقى عينة عندها اعلام ظاهر اثناء الحمل واقول لها خدي مسكن عادي او اقول لها خدي اي مضادة للارتهاب او ما الى ذلك هيتعبها وممكن يقصع صحة الجنين واصلا كمان العلاج الطبيعي عامة بيخلينا نقلل الادوية عشان نتجنب ان احنا يحصل لنا مشاكل في الكلا او في الكبد لان الادوية دي كلها في الاخر بتروح للكلا او الكبد فتامن فيها مشاكل وكمان بتأثر على المعدة يعني معظم الناس نرى ان عندهم انتهبات في المعدة ومشاكل كبيرة قوي بسبب الادوية والمسكنات وما الى ذلك فهنا بنيجي مثلا احنا لو السيدة الحامل عندها مشكلة اثناء الحمل في الظاهر مثلا بنعمل لها كذا طريقة الدافئة بس كمادات الحرارات الدافئة دي متأثرش على الحمل لا خالص دي حاجة بتأثر على العضلة بتاعت الدهر زمان نسمع الام الحمل لا تتعرضش لأي حاجة دافية متحطش حاجة لا لا دهرها مش على البطن مش هنعملها على البطن تاني حاجة ممكن دلوقتي فيه عمل باللواثق الطبية زي شريط كده بنحطه لاصق على الظاهر بيشير الحمل شوية من على العضلات عشان بتبقى مرحقة في المرحلة دي ده مثال لأول مشكلة تحصل هي واجع الظاهر برضو في أسلالك هل ده بينفع في كل شهور الحمل؟ احنا بنحاول ان احنا اول تلات شهور في الحمل لا بنعملش اي حاجة علاقة طبيعي حتى عشان بس نحافظ على الجنين مع ان برضو بره بيحصل الكلام ده بس احنا برضو بنحاول هنا في مصر ان احنا عايفين المعظم السيدات وثقافتهم تقول ان اول تلات شهور اه خايفة ممكن لو حصلها اجهاض تقول لا السبب هو كان العلاج الطبيعي احنا بنا نتجنب اول تلات شهور ان احنا نديها اي برنامع جالاك طبيعي وبعدين هنبدأ معها من بعد تلات شهور في عندنا بننسمة تراميستر يعني تراميستر فرست ان سكند ان سرد هو الاول والتاني والتالت هنبقى شهورنا في التاني والتالت بناديها نصائح بيبقى بره حاجة اسمها لماس كلاسز بناخد كلاسز بيتعلموا فيها سيدات اثناء الحملة اثناء الحملة هالي مشكلة اسمها احنا بنتزار قالي ت climbed the little اثناء الولادة يعنيvy 1980 e fifth يعني بنيديها نصائح تعملها اسمال الولادة في نظيم التنفس ا في زل من الممكن تقلل لقلب اثناء الولادة ممكن ما تبقاش عارفه ايه اللي ممكن يحصلها الولادة ايوه انضيها الوعي انضيها الوعي انضيها الوعي منضيها الوعي اللي هو بيحصلها اسمال يتعرف مراحل الولادة لا تجتم كي إن شاء الله أم مستقبلية ونعود نضيها كلاسز مفروض هذا الكلام بيحصل في الدول المتقدمة وليس بيحصل أسف في مصر إنه بيقى فيه كلاسز أثناء الحمل بناخد زي جروب سيرابي الستات بتيجي ونضيها كلاسز بنوعيها بكل حاجة مفروض الأزواج يحضروا كمان آه في بعض ليس بيحصل بره بره ممكن أزواج يحضروا أثناء الولادة وكمان دكتور راجب الطبيعة بيحصل أثناء الولادة لأن أثناء الولادة بيحصل إن الألم طبعاً بيبقى شديد جداً عند الأم خاصة لولادة طبيعية بنحط جهاز معين بيقلل الألم أثناء الولادة فده طبعاً يعني حتى الناس ما عندهاش أي معرفة عنه بس هيفيد جداً للأمهات وتعامل عليه هنا دراسات في مصر كتير وفادهم كتير أو إنه أقلل لهم الألم اللي ممكن بتعرضه أثناء الولادة طيب قوليلي هل فيه أي ممارسات خاطئة ممكن تحصل أثناء جلسة العلاج الطبيعي ممكن تخلي الحمل ما يكملش عند الأم؟ لا هو العلاج الطبيعي آمن جداً يعني العلاج الطبيعي حتى من اسمه طبيعي يعني هو نستخدم حاجات طبيعية مش هتأثر على الأم ولا الجنين هل ممكن الأم تعمل حركة وما تروحش لحد المتخصص مثلاً يعمل لها حاجة مثلاً غلط ممكن هي تخلي تأثر فعلاً على حملها؟ هو الحركة الغلط مش هتأثر على الحمل بس هي المشكلة لو حصل مثلاً مشكلة ألم في الظهر أو حاجة لا لازم ساعتها تلجأ لعلاج الطبيعي عشان من شنينة تأخذ أدوية في هذه المرحلة فهيبقى الأنصف في هذا الوقت إن إحنا بديها الإرشادات بقى الصح إن هي تبقى أعمة إنها تقعد إزاي صح بالحامل بتاعها إزاي إنها مثلاً ممكن بتشيل حاجة إزاي وهي حامل أو مثلاً بتقعد عن مكتب إزاي وهي حامل بتوطي جيب حاجة إزاي من على الأرض؟ الزبط ما يفعلش مثلاً أنها تتني الظهرها لازم تتني ركبها بقى حركة كلها جاية من أوروبا ما تجيش من الظهر خالص وعموماً بالنسبة لأي وقت مش للحامل بس إن إحنا ما نحملش على الظهر خالص اللي ممكن إلاي بقى استمعنا صوت تاك كليك الظهر فرقة خلاص حصل دسك خصل غضروف ونزلاء غضروف وإحنا لازم طبعاً نتعلم خاصان دي حامل يعني عندها أصلاً كي مشكلة الحمل زيادة الحمل زيادة والضهر تعبان في برضو حاجة تانية أن العامة في الوضع القيصرية العضلات بتاعة أي عضلة بيحصل فيها قطع جراحي بتفقد حوالي من خمسين ستين في المائة من قوة العضلة الأساسية فما بنا إن إحنا ستات المصريات عندنا تقريباً معظمة بتولد تقريباً تلات أربع مرات ضعفين جداً ضعيفين جداً لا في ضعف وبتولد كذا مرة كمان بتولد كذا مرة يعني أريد دي أول ما بنعمل أي قطع العضلة بتفقد خمسين ستين في المائة من قوة ويحصل لها مشاكل دهور دا بيحصلها جداً في العياد بتاعتنا كل الحوامل أبقى أسألها أنت وليدتي كام مرة أول حاجة بيحصلها أنت وليدتي كام مرة بتقول لي مثلا أنت أوه لا أبقى أنا مخمنة أنها عملت ولادة كتير كايصريعة حتى بقية والعضلات دعفت وفي نفس الوقت مخدتش علىك صح فحصل أنها حصل لها مشاكل جداً للضهر للفقرات الحل إن إحنا أول حاجة زي ما إحنا قلنا في الأثناء الولادة بنديهم الكلاسيز دي أو بنوعيهم إزاي يتجنبوا المشاكل اللي ممكن تحصل لهم في ظهرهم بالحاجة اسمها أرجونوميكس إحنا قولنا أنا وكلمت برضو في حلقة عن الأرجونوميكس اللي هو النصائح اللي بتخلينا تجنب أي مشكلة تحصلين نتكلم عنها تاني عشان لو في حد ما شفناش إنه هو يقدر يعرف اللي هي مثلا النصائح بتاعت الجلوس الصحيح ما ينفعش أبقى أعدا مأتبة أو قاعدة ظهري مش مزبوط أو قاعدة لينينج قاعدة ميلة دي حاجة مهمة نحن بنحافظ على ظهرنا أنه هو مجررواش التقوص تاني حاجة إنه ما يفعش شيل الشنطة دايما على الجنب واحد ما يفعش شنطة دايما على الجنب اليمين أو على الجنب الشغير أو البيبي والبيبي آه ده شيل البيبي دا الواحده بيعمل مشاكل تانية بعد الولادة إنها بيجي لها أحيانا أضروف الرقبة يعني من شيل الخطئ اللي البيبي بتحمل بتبقى شايله بطريقة غلط على كتف واحد دايما وبتحمل عليه أو على الجنب أو على الجنب بالزبط فإحنا دلوقتي أهم حاجة إننا بنيديها النصائح المهمة لتجنب المشاكل تاني حاجة بنعمل تقويل عضلات البطن اللي هي تشيل بعد كده كل الحمل يعني البطن دي هي اللي شايلة البيبي وشايلة الحمل الشنطة وشايل كل حاجة وهي لو ده هتأثر على الفقرات بتاعت الظهر وتامي مشاكل قوية يعني الغضروف ده مش سهل علاجه يعني وانس إنه حاصلا بيرجعش تاني لما الغضروف بيطلع من مكانه بيرجعش تاني حالته الأصلية فمهمة قوي إن احنا نوعي السيدات في المرحلة دي بالتوعية والكلاسيز اللي احنا قلنا عليها وبنعمل برد تمارين معينة مخصوصة لفترة الحمل والولادة هاي ده يشبه رياضة اليوجا للحوامل؟ هي اليوجا نوع من أنواع العلاج الطبيعي أو نوع من أنواع الرياضات اللي ممكن تعملها الحامل والتأمل والحاجات دي كلها كل ده بتساعد بس فيها طبعا تمارين معينة مخصصة لعضلات البطن بطريقة معينة وكل الألياف العضلية بلايات البطن مش أي الألياف عضلية البطن برضو فيها كذا نوع من أنواع العضلات وكل عضلة لها برنامج معينة لتأهلها فما ينفعش أن أنا أقول لا تعمل تقوير عضل بطل وقو أسكت لا لازم فيه كذا نوع من أنواع التمارين مخصوصة لفترة الحمل ومش أي حاج يقدر يعمل التمارين دي يعني أنا واحدة كانت جاتلي عيانة بتقولي حولت وقتها كتحامل وعاية تعملها مش عارفة يعني راحة الجام طبعا الجام مش هيفيدها بأنه مش درسين طب ومش درسين التغيرات بتحصل أثناء الحمل فلو هي راحة دكتور مود خاصة هيبقه ده الحل الميسادي زي ما أقول طيب دلوقتي يعني هنسيب بقى لسيدات الحوامل شوية ونيجي للفتايات في سن المراهقة واحتياجهم للعلاج الطبيعي إنه هو بيحاول إنه هو بيقلل الألم بس مش حط على الليزر مباشرة بابعيدة عن الجرح بيقلل الألم وبيقلل الالتهاب اللي بيحصل وبيسرع من التقام الجرح وبيخلي أي إنفكشن أو أي تلوث ممكن يحصل ما بيحصلش والعلاج الطبيعي بيخلي العضلات مثل البطن ترجع مرة تانية أحسن من أي حاجة في ناس قولي أنا بشد الليني قلت للدكتور شديلي من عضلات أو حاجة زي كده يعني إن عضلات البطن مع لو حد شاف الولادة القيسر بتحصل إزاي؟ الدكتور ما يبعد العضلات عن بعض بقوة شديدة فلما عضلتين يبعدوا عن بعض لهم عضلات البطن اللي هم اللي بالطول بيحصل ضعف شديد جدا في العضلات ذي فلازم بعدها تعمل برنامج تأهيل متكامل عشان العضلات ترجع تانية زي ما كانت ولو ده ما حصلش بعد الولادة على طول ممكن يحصل بعدين لو تأخرنا شوية؟ ولو تأخرنا شوية احنا بنحاول نقذ ممكن إنقاذه يعني زي ما بيقوله يعني أحسن ما بتعملش خالص يعني حتى هي لو ولدت مثلا من سنة أو سنتين وعندها ضعف العضلات بنعمل برضو هذا وبتقوى بنسبت كان في المية؟ كان في المية اين؟ العضلة؟ بتقوى بترجع تانية تقوى بقوتها يعني من قوات طبيعية؟ من قارب يعني بعد ما بيحصل طبعا القطع القيساري ده بنحاول نقارب لقوات طبيعية ولو كان أكثر من مرة برضو نقدر نقوى بقوة طبيعية؟ بزبط الحاول لك رجعني لو بعد كل ولدت عملنا علاق طبيعي مكسرف أو علاق طبيعي سليم بعد كل ولدت ولو ما عملناش بعد كل ولدت هم لدينا الآخر بعد 3-4-5 ولدات وعملنا علاق طبيعي نرجع بنسبت كان في المية؟ لو بعد تعد ولدت مسلا وما عملناش حاجة خالص؟ مسلا لأ هنبدأ نرجع مسلا بس مش مية في المية ممكن مسلا ستين سبعين في المية بس أحسن ما فيش بحضة؟ طيب قوليلي ممكن ندخل بقى على سن المراقب بس؟ أوكي طيب ندخل على سن المراقب قبل حاجة قلتيلي إن كتير من البنات بتبقى مهملة فكرة العلاج الطبيعي في سن المراقب ده بيأهلها لبعدين بيخلي جسمها مستعد للحمل والزواج والمسؤوليات الكبيرة اللي بتبقى عليها في وقت بعد ذلك يعني ما احنا قولنا لازم بيقى فيه إعداد نوعين كبار من عضلات عضلات البط وعضلات الحض الرافع عضلات الحض هي اللي بتساعد بشكل كبير جدا في الولادة اللي هي يعني زي ما بيقولوا هي اللي بيخرج منها الجنين فلازم إن إحنا بنحاول إن إحنا نقوي هذه عضلات الرافعين الأستيين دول عشان نقاهي البنت قال ما تتجاوز إنها تبقى تحمل يعني عشان تحمل وهي ضعبطنها ضعيفة ما ينفعش لازم إنها تبقى من الأول مؤهلة إن البطن تبقى قوية عشان تستقبل هذا الجنين بشكل صحيح بس إحنا في ثقافتنا المصرية إن البنت مش هتروح تعمل علاج طبيعي غير لو هي عندها مشكلة مشكلة في العمود الفقري مشكلة في رجلها لكن هي مش هتروح علشان تستعد للحمل مثلا اللي هيجي مثلا بعد عشر سنين مثلا لو هنقول وده دورنا بقى في التواعي يعني دور التواعي ده مهم جدا اللي هو زي ما بيقول الوقاية خير من العلاج يعني هي فعلا مصريات عامة أو أي حد شعب مصري للأسف بيروح للدكتور غير لما خلاص بيعني بيقع في الأرض زي ما بيقول وده غلط جدا يعني لازم إن الإنسان قوم يحسن بدأ المشكلة تحصله لا يروح للدكتور ويشوف إيه المشكلة حتى نلحقها في أولها وبرضو بالنسبة للبناتك صغيرين في حاجة اسمها الوقاية يعني إحنا نديهم الوعي إن إنسي الوقت إن شاء الله قبل أن تتجاوز لأ لازم تقوي جدا عضلات البطن ويدي لها تشيل الجنين في بنت مثلا تبقى بتلعب رياضة طول عمرها مستمرة في الرياضة دي بننسحها برضو بالعلاج الطبيعي أو الرياضة كافية لها؟ لأن ممكن تبقى رياضة بتاعتها مش مش تضامين عضلات البطن أو عضلات الحوض فإحنا بنبقى نخلي البنت اللي هي بتلعب رياضة دي لأ بالنهوية نشوف إنه رياضة اللي بتعمله وبردو تاخد جلسات حتى للعلاج الطبيعي مش بس عشان الأقلات تبقى قوية عشان إحنا نتجنب أي مشكلة ممكن تحصل تاني ونعلمها برضو إيه الأوضاع اللي بتعملها أثناء الحملة أو أثناء أثناء فترة المراقبة ممكن البنت تحتاج للعلاج الطبيعي لمشاكل مثلا نفسية عندها لأي حاجة بتمر بيها بعيدا عن تجهزها لفترة الحملة؟ أه طبعا عندنا طبعا أول حاجة البنوغ أولا حاجة بتعرض لها عصر الطمس يعني الطمس لو عند البنت هي لسه أول مرة يعني حصلها موضوع ده بيقى عندها ألم شديد فبيجي بقى دور للاج الطبيعي أول حاجة في التوعية تاني حاجة بتقليل الألم ده بوسائل طبعي برضو أحسن بكتير من نلجأ للأدوية أو نلجأ لأي حاجة كيميائية بنعمل برضو بعض الوسائل زي ممكن علاج بالزيوط العطرية أو العلاج بالبعض الأعشاب التي تقلل الألم أو برضو التمرين معينة وبردو فيه علاج بالقبر الصينية بنحط قبر الصينية على الظاهر بطريقة معينة بيقالل الألم أثناء فترة الدورة الشهرية وبردو ممكن فيه علاج بالليزر بنحط ليزر برضو أثناء الفترة دي قبلها بيوم أو بيومين عشان الألم اللي بيجي عند الفتاة اللي كثير بس للأسف الشهرية كثيرة عندها التوعيات دي ويبقوا تعبنين جدا بعض بانتوش عارفين تروحوا للدكتور وفيه بيالجأوا بره في بعض الدول إن هي بتشيل الرحم يعني هي من كتر الألم اللي عندها فيه بره ده فيه مرحلة من عمرها فيه ستات بره شقرتها على النات لأ ممكن تلجأ إن هي بتشيل الرحم أو يعني كمان ممكن تقطع العصب المؤسط للرحم من كتر الألم يعني من كتر الألم الموضوع ده لعلاج الطبيعي ممكن يفيد فيه اه طبعا يعني في بعض الأوقات لو هي الحالة بتاعتها يعني مايلد أو مودرت يعني هي حالة البسيطة أو المتوسطة بيفيد جدا حالة بقى السبيرة اللي هي فعلا ممكن تبقى المشكلة عندها عصبية العصب فيه مشكلة بيؤدي إلى ألم شديد أثناء الدورة ده ممكن فعلا بيتروح للعلاج الجراحي بس ده برضو يعني مش مستحب أن الفتاة في سن صغير تلجأة فيه بنات كتير برضو يعني في سن المراقب يبقى عندها عدم انتظام للبريد خاصة في بداية مهال للعلاج الطبيعي اه بيجي لها مرض اسم تكايوس المبايد بنلاقي الدورة غير منتظمة عند البنت دي ولما تيجي تتجوز ما بتعرفش تحمل في أول ما أول ما تتجوز بتروح تتعالج عند الدكتور وممكن تحتاج منظار أو ما إلى ذلك وتخدع على عمليات جراحية وممكن تتعالج بسهولة جدا بعلاق طبيعي بحاجات وطبيعيات جدا عندنا في التكايوس المبايد ده إن هو بيأخر الحمل فبنا نعمل ثلاث ثلاث خطوط علاجية كبيرة أول حاجة إنقاص الوزن يعني الفتاة لو هي أنقاصت وزنها هتقدر تحمل بسهولة ممكن يبقى مشكلة زادة الوزن مؤثر على الهرمونات لإن الخلايا الدهنية بتفرز بتفرز زي هرمونات إن حاجات بتزود هرمونات معينة بتؤثر على الحمل فبنا نعمل أول حاجة إنقاص الوزن للبنت دي ممكن لقيها حملت لوحدها يعني فيه برد كتير جدا بعد إنقاص الوزن معهم فقط بيبدأ يحصلها تبويض ينشط تاني يعني ممكن الوزن الزيادة يعمل تأجيل للحمر آه آه بيأثر على تبويض يعني بيخلي الخلايا الدهنية الكتير دي بتفرز هرمونات معينة بتؤثر على هرمونات اللي هي ممكن تؤثر للحمل فبنا ننقص الوزن الخلايا الدهنية بتقل فمش بتفرز المادة التي تفرزها فهنخلي الحمل اللي ممكن بيحصل بسرعة طبيعية ده أول خط علاجي ثاني خط علاجي هو الإبر الصينية الإبر الصينية بتبعا مشتغل على مصورة الطاقة في الجسم فلقوا إنها عملوها فعلا بالتجارب بتؤثر على تبويض يعني عملوا إبر الصينية بنوقات معينة علاجية الإبر الصينية نشطة التبويض تخلي التبويض يحصل وده فعلا دراسة تعاملت ورسائل وتعاملت واتنشرت في هل فيه مساء في مصر جربوها؟ أه تعاملت في مصر كانت مفيدة لهم فعلا جدا جدا نقاص الوزن مع الإبر الصينية مع الحاجة الثانية الرياضة آخر حاجة الرياضة اللي هي التمارين اللي هي الهوائية المشي أو الايروبكس طريع معينة كل ده مع ثلاث حاجات دول مع بعضهم افكتف جدا في حالات اللي هي التكايوس المبارد طيب دلوقتي هننجي للمرحلة بقى اللي بعد المراهقة واللي بعد الحمل كمان المرحلة اللي بيطلق عليها سن اليأس عايزين نعرف الأول إيه هو سن اليأس؟ يعني ايه سن اليأس؟ يعني هي كلمة يأس اللي هو انقطاع البيريض عن المرحلة بالضبط اه لا يعني في بعض السيدات تزعل تزعل قوي من كلمة يأس يعني اللي هو مش يأس ما لا يقصش بالعكس في ناس تبدأ حياتها من السن ده أكيد والحياة ممكن تبدأ في أي سن فاللي بيحصل أن الاستعيدة في هذا المرحلة بيحصلاتها غيرات هرمونية برضو تانية خالص بيحصل أن الاستروجين بيقلة عندها جدا بيحصلاتها بشكل كثيرا في هذه المرحلة أول حاجة ممكن تتعرض لها سفونة تحت الجسم طبعا اه الهبات الحرارية استخينة وعندها برضو هنلاقي الهشرة العظام بدأت تتكون وممكن تتكسر بسطولة احنا نسمع كثير حتى يعني مثلا نقول لك محدة ممتها أو جدتها واحد وهي تكعملت في السجدة في البيت وكسرت يعني ده حاجة بسطة جدا بتخلي كسر يحصل فحنا نريد أن أخلي السيدة في هذه المرحلة بالضبط نظام غذائي لأنه كالسيوم والحاجات دي كلها بتأثر على صحة العظام مع التحميل على العظم يعني التحميل على العظم عن طريق المشي ده بيخلي العظم مايفقدش مكونات وميحصلوش هشغاشة يعني اللي أنا بقوله دايما للسيدات في هذه المرحلة بقولهم لا امشوا امشي كل يوم على أل ساعة أو نص ساعة لأن لما بتمشي بتحمل على العظم العظمة بتتغذى أو بتقوى بالحركة بالتحميل عليها إنما هي لو قاعدت في البيت وخلاصت تسلمت إن هو داي أسل بقاعدت في البيت رجلي وجعني رجلي وجعني أمشي هتزيد المشكلة عندها هيحصل لها جهلة العظام والعظم بتاعها هيوجعها أكتر ويحصل لها كسور ويحصل لها مشكل كتير قوي فإحنا عايزين نتجنب إن داي يحصل كله بالإرشادات برضو سيما والتواعية ولا علاجة الطبيعي يعني تيكي سيدة أول ما تشتكي من حاجة ولا أول لما تحس إن هي خلاص بدأت فعلا في سن انقطاع ويحصل لها حاجتين الحاجتين يعني أول حاجة هي تبقى عندها الوعي الكافي للمرحلة دي وتغيراتها وإزاي تحفظ على صحيتها في المرحلة دي يعني تبقى عارفة مثلا إنا حصلوها لا ممكن يبقى عندها لايبلسي أو عندها قابلية لها شاشة العظام فلا نبدأ ناخد بالنا نحن ناخد دخزية سليمة ونحمل على عظم الطريقة معينة الثاني حاجة تحفظ على نفسها بالزبط الهبات الحرائية برضو دي برضو بتحسن جدا مع التمارين ومع المشي ومع بناخد حاجة اسمها إذن دخز بتأثر على إيه يعني إيه اللي بتشتغل عليه علشان ما تجيش السخونة اللي بتيجي للمرأة في الوقت هي السخونة دي مين لي بيبقى هرمونات تغير في الهرمونات فلأوا إن التمارين والمشي والرياضات اللي هي الخفيفة مش هقولها روح يشيري حديد لأ يعني تعمل رياضة خفيفة جدا حتى المشي بيأثر جدا على الليفل بتاع الاستروجين في الجسم الثاني حاجة برضو فيه حاجة اسمها الفايتو ايستروجين اللي بنلجأ لها نحن بني ديها استروجين في الأكل بعض الأطعامة اللي فيها الاستروجين بس بصورة نباتية يعني مش هنديها استروجين حبوب لأنهم بياخدوا استروجين عن طريق الحبوب مينquiera مشاكل تانية ميجرون سورطان فلأ نعلم بنديها حاجة اسمها عن طريق الاكل زي مسلا في الصياسوس موجود في بعض الأعشاب مثل الينسون حلو جداً برضو المرحلة دي ففيه بندد للأمهات أو اللي هي السيدات في هذه المرحلة ينحب الوعيهم الهبات يتعاملون معها صدائي لأنها فهم تخلي السيدة تخش في موضة صعبة قوي وممكن تقصر علاقتها مع أبنائها في البيت أو في حياتها مثلاً فلأ كل هذه حاجات إن شاء الله عليهم المانجمينت كويس جداً بالعلاقة هل السخونة اللي تظهر في الجسم دي بيبقى ليها علاقة بنفسية المرأة؟ هي بتقصر على نفسية المرأة؟ لا، هل نفسية المرأة الغير المستقبلة؟ هي دايرة مغلقة بتعمل العكس؟ دي بتقصر على نفسية والنفسية بتقصر يا سهد بنلاقي مثلاً أمهاتنا تبقى عادية جداً في أيام وأيام نفسياً فيها مش مظبوطة بتجيلها الحالة دي بالزبط أيما هو إحنا دايرة مغلقة يعني إيه؟ يعني أنا لما يحصل لي الهبات دي لأ هتدقي مودي يتغير ولما مودي مثلاً يتغير من أي مشكلة في البيت أو أنا دايت من أي حاجة لأن الحال نفسية دي مهمة جداً إنها فعلاً بتتخلي المشكلة تسوق أي مشكلة في الجسم عامة سواء وجع الظهر أو وجع رأبة أو أي وجع معي اتعود لأي مشكلة أو أي ضغط نفسي أو أي ضغط في العمل هنلاقي كل هذه المشاكل دي بتزيد حال جلسات العلاج الطبيعي دي بتكون مكلفة؟ والله هي حسب المنطقة اللي احنا شغالين فيها يعني دلوقتي مثلاً فيه أماكن راقية هيبقى الجلسة ممكن تبقى غالية شوية بأماكن اللي هي المتوسطة حسب المكان أو حسب هتبقى نفس الجلسة هنا زي هنا بالزبط؟ المفروض طبعاً بتبقى نفس الجلسة يعني هو نفس الدكتور أكيد ديارس وأكيد عارف وأكيد هيبقى نفس الجلسة هي هي والمرأة في السنة دا تحتاج كم جلسة تقريباً؟ هي مش بحتاج كم جلسة هي حسب المرض اللي عندها يعني دلوقتي أنا أعجز عليها من إيه؟ هل حصلت لها مثلاً بعد انقطاع الطمس؟ هل مثلاً حصل لها الدبريشن؟ حصل لها اكتئاب؟ نديهم مثلاً لمدة شهر أو شهرين أنواع معاينة من التمارين العلاجية أو بعض مثلاً نصائح الغذائية فبناخد وقت كل مرحلة أو كل مرض دي حسب السيفيريتي بتاعته وحسب شدة المرض ممكن تبقى عندها بس شوية شدة عزام بسيطة أو نسبة بسيطة تبقى شهرين تتعالج أو تاخذ مثلاً نصائح الغذائية هذا الموضوع دي تتحسن تماماً ممكن تبقى عندها الموضوع برضو يطول شوية حسب الحالة حسب الأساس من تحسب كشفي أنا على الحالة هل كل السيدات يا دكتور بتلاقيهم أنهم محتاجين فعلاً لعلاق طبيعي؟ مش كل السيدات يعني هي لو تعرضت لمشكلة طبعاً بتروح تماماً جلسات بس احنا كل السيدات بقى عايزين نعملهم التوعية يعني كل السيدات ومن أول بنت لما تبقى عندها مرحلة البلوغ لازم نديها توعية كوية قوية توعية عن تغيرات تحصل لها الهرمونية وتغيرات الجسمانية اللي بتحصل لها وعن المشاكل اللي ممكن تتعرض لها وزي تتدنبها يعني سين البلوغ مثلاً بنت محتاجة كم جلسة في الشهر مثلاً في فتحة دي؟ ما هي حسب المرض اللي عندها نحن مثلاً دلوقتي لو عندها اللي هو التقوص في الظهر بنيديها ممكن لو هو في المرحلة اللي هي المائلد المرحلة البسيطة قوي ممكن بنيديها بعد التمارين عشان نحسن مشكلة التقوص او لو عندها نحن نقف العمود الفقري بنيديها برضو مثلاً ممكن شهر أو شهرين بعد التمارين او تعملها حتى بعد كده على اللون جران مع نفسها عشان نحسن المشكلة دي كل مشكلة لها البروغرام بتاع يعني كل المشكلة علاجية لها البرنامج يعني مش وقت ثابت لكل حد لا لا مش اي وقت ثابت مفيش اي وقت ثابت طيب حضرتك كنا زين نسألك عن اشهر الامراض مش الامراض الحالات اللي بتجيلكوا في العيادات العلاج الطبيعي المرتبطة بالعمود الفقري للمرأة اشهر الحالات اللي بتجيلكوا طبعاً الغضروف اللي هو انزلاق الغضروفي ده يعني كومن جداً بيحصل في الظاهر او في الرقبة واخصان اشوف الرقبة دي كتير جداً بلاقي الستات بعد طبعاً ما بتحمل وبعد ما بتشري البابي وبعد ما بتعمل كل الكلام ده بلاقي عندها مشكلة في الغضروف ده بطريقة كبيرة قوي وكمان غير كده ممكن حتى ما يحصلش المشكلة متوصلش للعضب او مشكلة بره في العضلات العضلات متقلصة جداً او اللي عمود الفقري وداء شكله يتغير كل الحاجات دي بنشوفها بعد الحمل بطريقة خاطئة او مثلا انها بتعملش نصائح صحيحة اثناء الحملة او اثناء مبعد او اثناء الرضاق او اثناء معاملتها مع اطفالها بيبقى ايه الحل فيها؟ الحل فيها مثلاً الرقبة بناخد مثلاً لو عندها مشكلة فقرات العنوقية حصلت نتيجة الموضوع ده مثلاً ممكن تاخد مبدئياً يعني هنقول الأفريج بياخدوا 12 جلسة ممكن جداً تتحصل خلال 12 جلسة فيه بياخدوا 6 جلسات فقط فيه بياخدوا 24 يعني احنا اللي نتكلم عن الروتيني للعضلات الجلسات نلاقي 6 12 24 ده يعني المكسمن طيب فيه ساعاتي دكتور مثلاً حد يامل أشاعي يقوله وده مش عيب مثلاً حصلك نتيجة قاعدة غلط او او اي حاجة غلط في حياتك ده عيب خلقي هل العيوب الخلقية في العمود الفقري او في العزام ممكن تتعالج بالعلاج الطبيعي بردو؟ او تحسن منها؟ العيوب الخلقية مثلاً بنلاقي حاجة اسمها يعني حاجة حصلت خلاص العظم العظم هو لتغير لا انا دوري هنا مش هادئ ان انا غير العظم يعلاج الطبيعي دوري توقف عند مرحلة العضلات ومنطقة اللي هي الخارجيه نما المنطقة الداخلية العظام والعمود الفقري انا مش هادئ دخل فيها قلعاً جراحياً ممكن بقى قد ياخذ العملية الجراحية دوري هيجي بقى في العلاج الطبيعي قبل العملية برضو محافظ على سلحة العضلات وبعد العملية بنحافظ على سلحة العضلات لان انا برضو احنا بقول اي قطع في العضلة بيفقدها كتير جداً من قوة احياناً بنلاقي ان العضلات الرقبة ممكن هي تبقى عدلت الرقابة دائما تبقى وقد الشكل المنحني الذي نعرفه أحياناً بتبقى وقد شكل الستريت هل داعب خلقي ولا دا بيبقى نتيجة للأعداد الغلط أو الممارسات الخاطئة؟ ممكن بيحصل للأتنين بسواء غالباً الموضة كومن هو بيبقى أعداد خاطئ يعني مثلاً الجيالي السيدة مثلاً لا بتقع كتير قوي الطريقة مش صح دهراها شكله بتغير العمود الفقري من كتر الوضع للغلط عليه بيخلي الشكل يتغير جداً وبرضو في عيوب يعني ربنا في ناس عندها ربنا خليقها الفقرابة تعت رقابتها فيها قصر فدي ما ينفعش اننا أبقى يعني إيه أبقى ومعملها حاجة في حاجة دي حاجة خلقية يعني العظم دا حاجة ربنا تبقى خليقها فيها المشكلة لما بتحصل لازم تخش جراحياً الأول وبعد كي يجي دور العلاجة الطبيعي أولاً احنا بننصح كل سيدة وكل فتاة بتشوفنا ان هي أي مشكلة صغيرة تحصل لها ان هي تتوجه فوراً للاقصائي العلاج الطبيعي وتشوف ايه هي المشكلة وتعالجها قبل ما تتفاقم دكتور هيبة عصام أقصائي العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة بنشكرك على عبودك معنا أننا عادة في فايف كلانك شكراً مشاهدينا بكده تكون خلصت فقراتنا وخلص كمان يومنا بكراً ان شاء الله يوم جديد وكري أعمال جديد بلاي فايف كلانك شكراً